فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على مشروع قرار روسي يطالب بهدنات إنسانية في النزاع اليمني فيما تهدد أزمة المحروقات بوقف توزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في هذا البلد وبعد خمسة أسابيع من الحرب ما زال برنامج مساعدة المدنيين الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية من دون تنفيذ بسبب مواصلة العمليات العسكرية وتكثيفها وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير في وقت سابق الجمعة إنه بين التاسع عشر من آذار مارس والسابع والعشرين من نيسان أبريل سجلت المؤسسات الصحية سقوط 1244 قتيلاً وإصابة 5044 شخصاً آخر إلى ذلك هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الجمعة نظيره السعودي الجديد عادل الجبير رغم التوتر بين البلدين في شأن اليمن لكن السعودية وحلفاءها الخليجيين رفضت فكرة إجراء مفاوضات سلام خارج الرياض الأمر الذي كانت اقترحته طهران ونقل دبلوماسيون أن أعضاء في مجلس الأمن يقترحون عقد هذه المفاوضات في أوروبا شكراً للمشاهدة